سلام عليكم ورحمة الله وبركاته من حوالي يومين كنت بلعب رابد لوحدي يعني مش طالع بث مباشر ولا حاجة وإذ أقابل فيدي ماستر يعني لعب من حملة الألقاب أستاذ التحادي بتقييم 2675 على ليتشيس ده أعلى تقييم أنا قابلته في حياتي هذا الرجل لو دخلت على الفايل بتاعه هتلاقي أنا عارف أنها مش باينة عندكم في الفيديو ولكن أتمنى هسيب لك اللينك بتاعه تحت هتلاقي البلدز بتاعه تقييمه 2868 البولت 2828 حتة تقيلة لعب أسطوري أسطوري طبعاً بيهرج مفيش حد في أستاذ التحادي تقييمه 1509 بتاعلي بيستعبط أوكي تعالوا نشوف المباراة التي حدثت بيني وبين هذا الرجل يلا بينا سي فور من العبد لله طب ما نتفرج من ناحيتي يعني بدأ ما أنا لعبت طب ما نتفرج من ناحيتي يا أخوانا مش هقولك يشترك في القناة ولا أعمل لايك إلا لما المباراة تخلص يمكن تعجبك وتقتنع بيه كلاعب شطرنج وتشترك يمكن أوكي يلا بينا نايت أف سيكس من صاحبنا من صاحبنا نايت سي ثري إي فايف وأنا بصراحة بلعب شكل من أشكال الإنجليش يسمى بودفينيك سيستم البودفينيك سيستم عادة بيتلعب على كينجز انديان استركشيرز يعني بيتلعب على الحاجات دي إي فور وكده وكده ده البودفينيك سيستم اللي أنا لعبته دلوقتي وكده بعد إيتش قبل إيتش بعد إيتش ثري في كوين دي تو في تبييت وهكذا يعني المهم مش موضوعنا موضوع طويل لكن اختياره للإيرلي دي فايف دي فايف اللي على بدري دي معناه إن أنا مش هقدر أخد إي فور اللي نفسي فيها بنجاح فلازم أكل وبرضو أنا محضر الشكل اللي بلعب فيه إي ثري فحصان من هنا وبيت على هذه الأشكال نايت بي سيكس متجنباً التكسيرات كابتر خيره والآن لعبت إي ثري تعالي فتح الداتابيز ونشوف الشكل ده ما لعوب قبل كده ولا لا هنا أكتر نرأت تلعب على الداتابيز هي نايت بي سيكس فعلاً إن الحصان مطلوب لو كسر أكيد مش حاجة حلوة لأنه هيسمح لي أجيب بيض بعيد أقرب إلى الوسط ويسمح لي ألعب دي فور قدام في المستقبل فدي البست موف وعليها العبت إي ثري دي النقلة رقم ثلاثة على الداتابيز خليني أبص بص إن مفترض تكون شايفها ورايا دلوقتي إي ثري فكرة إي ثري إن أنا عاوز ألعب أففور فيبادل هذا البيدق الوسطي ببيدق طرفي شوية كمان أفتح الاف فايل للهجوم على الملك لما يبيت ومش عاوز ألعب في الوسط مش عايز أليكويديت الوسط مش عايز أسيح بيادئ الوسط في بعض مش عايز ألعب دي فور يعني وياكل ياكل والموت شايفة ما عندي بيدق معجر حتى لو عملت كده ودفعت البيدق أكلت بالحصان الشكل بدام بيادئ الوسط اختفت بيبقى يميل إلى التعادل جدا أنا مش عايز ده يحصل بعد نايت سي ثري نايت جي اي تو بشب اي سفن تبييت تبييت ولعبت أف فور وزي ما انت متابع على الداتابيز اللي ورايا دي أفضل نقلة على الانجين أف فور هنا في لينات كتيرة أحد اللينات انه يعمل حاجة زي كده وعليها بيلعبوا دفعة البيدق ويبدأوا يعملوا حاجة زي كده في كده في كده ويهجموا على المالك لو انت عندك الميجا داتابيز ممكن تحط الشكل ده وهيطلع لك مطشاط محللة كتيرة تتفرج بيلعبوا لأفكار دي ازاي ما حدث في المباراة انه أكل بيدق في بيدق وأنا أكلت بالحصان ثم لعبة بشبهة هنا يود أن يكسر ودي نقلة بصراحة مدايقتنيش أبدا ومعطلتنيش ما تكسر ما نهاكل بالرخ سيبني أحط بيدق في الوسط لعب روك اي ايت بدأ يضغط على البيدق المتأخر ده كد بالك ان البيدق ده لو اتدفع ظنا منك ان عندك بيدقين في الوسط الحقيقة بيبقى فيه شوية ضغطة على البادئ دي صعب أنا معرفش الانجين هنا بيقول اي فور ولا لا بس اكيد اي فور مش حاجة حلوة عشان البيدق ده هيبقى مزعج يعني هيبقى مدايق هنا اصلا فيه على طول بشب تيكس تاكل نايت تيكس فما ينفعش فأنا طلبت الفيل بتاعه او بقول له يلا ان كنت جاي على الدي سكس تاكل الفيل الحصان اللي على الاف فور اتفضل كله رجع ومهتمش انه ياكل ولكن خد بالك انه زحلق الرخ من الاف ايت لالي ايت نقفل الانجين ونكمل كلام وهذا يجعل النقطة بتاعة الاف سيفن دي ضعيفة الى حد كبير فلعبت نايت ايتش فايف وبدأ يبقى فيه شوية مرأبة على هذا المربع صاحبنا اللي كنت بتفرج عليه دايما وانا لسه بدأ شطرنج قناة بتاعة راجل بريطاني جميل كده كانددت ماستر اسمه القناة اسمها كينج سكراشر وكان دايما يقول المربع is under scrutiny يعني تحت ملاحظة دقيقة scrutinate تشعر انت بتتكلم كلام لا كلام كلام محترم يعني مهم 9d5 ولعبت كوين F3 ضغطا على هذه المربعات لعب بش بA6 حامي ورجعت بالحصان دي نقلة الانجين مش عجبات تماما ولكني كنت مقتنع بيها جدا انا شايف ان انا عامل ضغط جيد جدا على الحصان لو مشي انا هبدأ اعمل الحاجات دي ممكن ادفع البيدأ اعتقد دفعة البيدأ بتكسبني تطع عاصم مفعش يعمل كده دي بلندر مش كده ولا اه عنده هروب تمبو على الوزير اوكي طيب هو كما نشرح لي ايه الانجين كما نشرح لي just bishop D2 كمل انتشارك وكمل لعب ولكني لعبت نايت على فكرة نايت سي 3 نقلة رقم 3 على الانجين مش نقلة بعيدة قوي يعني عن بس رجعت الشكل صفار بعد ما اكل اكلت انا حسيت ان عندي افضلية بيدقية في الوسط وعندي الافكار دي وعندي الافكار دي مستحيل اكون وحش عندي semi open file اضغط على البيدأ المتأخد لو دفع البيدأ اكل الحصان لا عندي لعب حلم شكل صفار بس انا اللي مرتاح انا الاكثر نشاطا queen D7 صاحبنا ناوي يعمل كده ويطلب وما توقفش الفيديو ولا حاجة انا عارف انك شايف النقلات اعمل ايه طيب ما عنيش سامحني انا لقيت هنا H3 انا لقيت هنا H3 فكرة H3 انك لو اكلت هنا فانا حاكل فلو اكلت فانت هتسيب هذه الحماية انا عايز اوريك ان انا لعبت نقلة من افضل نقلات حياتي كنت موفق جدا الحمد لله مش بس علشان انها نقلة حلوة لكن اصاب اعلى تقريم لعبته في حياتي على النت او على ليتشيس انا كان معايا 7 دقايق 19 ثانية صاحبنا بيلعب بسرعة معايا 8 دقايق 25 ثانية وهنا بعد ال H3 طبعا H3 مهم عشان تمنع هذا التهديد فكرة قليلا ثم لعب بيشيب تيكس لو بصت على بار التقييم هتلاقي بيسرخ يا الهي هناك مصيبة لا تبدو العملية مصيبة للدرجاضي انا بياكل بياكل كيش مشي واقف الفيديو وفكر ما هي النقلة التي لعبها العبد لله والتي بعدها انسحب الخصم في كم نقلة هقولك كمان شوية النقلة هي بيشيب A3 علامة تعجب تبعب بلاش لو اكلها بياخد مات في واحد اكيد مش هيعمل كده لكن لو ما اكلهاش هيحمي ازاي تهديد بيشيب تيكس روك تيكس كوين تيكس او حتى كوين تيكس ليه كوين تيكس على طول بمات هنا طب عايز يحمل مات عايز يحمل مات مثلا بهذا الشكل طب انا باكل تاكل اه حمل مات بس المات التانية بازط يعني مش معقول مش معقول يا اخوانا هذا الذي حدث اه في صاحب التقييم 2675 كان سريع وقاسي هو قاعد يفكر معرفش قاعد يفكر قد ايه قاعد مدة طويلة يفكر وفي الافن انسحب اتمنى اه تكونوا اتبسطوا واستمتعتوا لو فعلا الحلقة عجبتك اعمل لايك للفيديو واشترك عندنا في القناة لان احنا بنقدم محتوى يستحق ان تتابعوا يا فندم يا فندم يا صديقي اراك على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته